تغطي مدينة الموظفين مساحة إجمالية تتسع لـ 73 هكتارا وتهم إنجاز 2851 سكنية موجهة للموظفين ومأجورية طبقة الوسطى بالسينيغال ويندرج هذا المشروع في إطار التزام المغرب بالمساهمة في تنمية السوسيو اقتصادية للسينيغال كما يعكس مقاربة الشراكة المربحة للطرفين عبر وضع الخبرة المغربية في مجال السكن رهن إشارة بلدان القارة الإفريقية تهم الأشغال تهيئة بقع أرضية بمساحة 150 مترا مربعة ستضم شققا من 60 إلى 76 مترا مربعة كما يضم المشروع بناء 230 فيلا وتهيئة 150 بقعة أرضية سيتم تسليمها في غضون شهر يوليوز من العام الجاري وفي إطار هذا المشروع الذي يتطلب استطمارات بقيمة 37 مليار فرنك إفريقي سيتم بناء مجموعة من التجهيزات الخاصة بالخدمات العمومية والمناطق التجارية وذلك بهدف توفير جميع المرافق الضرورية للسكان وسيشكل هذا القطب الحضري مدينة جديدة تتوفر على مركز دولي للمؤتمرات وقطب للوزارات وجامعة ثانية لدكار فضلا عن قطب صناعي وتجاري وآخر للرياضات وترفيه وبهذه المناسبة زر الملك محمد نساريس والرئيس ماكيسال شقة نموذجية للمشروع تل ذلك تسليم مفاتيح وشهادات الملكية لعشرة مستفيدين من مشروع مدينة الموظفين ومن جهة أخرى قدم الرئيس السينيغالي للملك ثلاثة شاحنات ذات حمولة ثقيلة وثلاثة سيارات إسعاف وهي عينة لطلبية تهم أربعمائة شاحنة ومائة وأربع وستين سيارة إسعاف تقدمت بها دولة السينيغال لإحدى الشركات المغربية اشتركوا في القناة